بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يا أول رح ناخد آخر درس في وحدة النقود وهو التطبيقات 2 تطبيقات على النقود 2 طيب خلينا نعمل شوية مراجعة على الأمور اللي احنا أخذناها قبل هيك نخذنا عن الفئات النقدية وحكينا انه الفئات النقدية قرش 5 قروش 10 قروش ربع دينار اللي فيها 25 قرشان ونصف دينار اللي هي عبارة عن 50 قرشان بعدين امتقلنا للتطبيقات واحد تعرفنا على القطع النقدية مرة تانية وعرفنا كيف نجمع القطع النقدية لأعرف قديش المبلغ أو قديش القيمة النقدية اللي معي أو الناتجة من الفئات النقدية اللي موجودة معي طيب آخر درس إن شاء الله رح ناخده اليوم هو تطبيقات 2 طيب رح نتفرج على القائمة اللي موجودة عنا هون قائمة أسعار للخضار طيب رح ناخر كيلو الخيار كيلو خيار 27 قرشان كيلو فلفل 33 قرشان كيلو البذنجان 25 قرشان كيلو ملفوف 15 قرشان كيلو الكوسة 35 قرشان كيلو ليمون 55 قرشان خس بـ 20 قرشان كيلو جزر بـ 40 قرشان هون الهدف من هذا من هذه القائمة إنه نعرف القراءة الصحيحة لسعر كل صنف من أصعف الخضار طيب ننزل على أتعلم هون الولد مع ربع دينار و 10 قرشان ربع دينار هي عبارة عن 25 قرشان و 10 قرشان يعني المبلغ كامل معه 35 قرشان 35 قرشان طيب 35 قرشان بيقدر 35 قرشان بيقدر يشتري فيها المصاصة لأنه ثمنها 15 قرشان وهي أقل من 35 بيقدر يشتريها وبيضل معها باقي وبيقدر يشتري السيارة ثمنها 19 قرشان وبرضو بيبغ معه باقي لأنه الـ 15 أقل من 35 معناته بيقدر يشتريها والـ 19 أقل من 35 معناته بيقدر يشتريها وبيضل معها باقي طيب ننزل للصورة الثانية معه للولد نصف دينار خمسة قرش خمسة قرش طيب مبلغ كامل معه خمسون خمسة وخمسون ستون إذن معه ستونة قرشان ستونة قرشان بيقدر يشتري فيه هذا العصير بيقدر يشتري لوحي الشوكولاتة هاد ليش بيقدر يشتري العصير لأنه هو معه ستونة قرشان والـ 25 أقل من الستون معناته بيقدر يشتري بكية العصير وبيضل معه باقي طيب وبيقدر يشتري لوحي الشوكولاتة ليش؟ لأنه لوحي الشوكولاتة حقه 34 قرشان وقديش معه حكينا؟ ستون مين أقل؟ 34 أقل من ستون أو هو معه قيمة أكبر من لوحي الشوكولاتة ومعه ستونة قرشان لكن لوحي الشوكولاتة حقه 34 إذن 34 قرشان بيقدر يشتري لوحي الشوكولاتة أو بيقدر يشتري بكية العصير طيب نيجي للتالت حكينا قبل نص دينار وربع دينار مع بعض بيعطي 75 قرشان أخذناه في الدرس السابق نص دينار وربع دينار مع بعض بيعطيني 75 قرشان طيب معه 75 قرش بيقدر يشتري الكتاب 23 قرشان لأنه معه مبلغ أكبر من 23 معه 75 و75 أكبر من 23 معناته بيقدر يشتري الدفتر وبيقدر يشتري هذا الكتاب لأنه الكتاب حقه 47 قرشان وهو معه 75 يعني معه مبلغ أكبر من حق أو ثمن الكتاب 47 قرشان ننزل لآخر واحد 50 قرشان نصف دينار 25 قرشان ربع دينار وقرش طيب إحنا حكينا دايما دايما بس أشوف النص والربع مع بعض بعرف إنه معي 75 قرشان طيب وقرش واحد معناته كله بيساوي 76 قرشان هو معه 76 قرشان إذن بيقدر يشتري هذا القطار لأنه 38 قرشان وبيقدر يشتري هذا القطار لأنه بيحقه 38 قرشان لأنه هو معه مبلغ أكبر من ثمن القطار معه 76 وال76 أكبر من الثمانية وثلاثون طيب ننتقل لكتاب التمارين أكتب مجموع كل شيئين مما يلي حلا أنا عندي مجموعة من الأشياء كل شيئين جنب بعض بدي أجمع ثمنهم مع بعض وأطلع سعرهم اتنين بالقروش طيب عندي أول واحدة ألف عندي الرجل الآلهات مع الدب بدي أعرف قديش سعرهم اتنين مع بعض رح أحط إشارة الزائد أنا بدي مجموعهم معناته رح أجمع الثنين مع بعض يلا خط تحت الآحد خطين تحت العشرات خط تحت الآحد خطين تحت العشرات اجمع الآحد مع الآحد والعشرات مع العشرات يلا اجمع الآحد مع الآحد والعشرات مع العشرات خمسة زائد صفر خمسة ممتازين ستة زائد تلاتة حط الستة براسك وكمل عليها تلاتة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن تسعة قديش صار معي خمسة وتسعون قرشا إذن ثمن الرجل الآلي مع الدوب يساوي خمسة وتسعون قرشا ننتقل اللي بجنبه العصير حقق عشرون قرشا والقلم حققه خمسة قرش يلا خلينا نجمع عشان نشوف ثمن العصير والقلم مع بعض خط تحت الأحد خطين تحت العشرات خط تحت الأحد يلا اجمع أحد مع أحد وعشرات مع عشرات صفر زائد خمسة كم يساوي خمسة اتنين بالعشرات في عشرات هون لا معناته بنزلها زي ما هي إذن سعر العصير مع القلم يساوي خمسة وعشرون قرشا ننزل للي وحتها العصير عشرون قرشا والدوب ثلاثون قرشا بدي أنا ثمن العصير والدوب مع بعض إذن رح أجمعهم مع بعض زي ما عملنا أول يلا مع بعض خط تحت الأحد خطين تحت العشرات خط تحت الأحد خطين تحت العشرات ونجمع الأحد مع الأحد والعشرات مع العشرات يعني صفر زائد صفر كم يساوي ممتاز صفر اثنان زائد ثلاثة كم يساوي بحط الثلاثة براسي وبزيد عليها اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذن معي خمسون قرشا إذن ثمن العصير والدوب معا يساوي خمسون قرشا ننتقل للي بعدها قلام ثمن وخمسة قروش الرجل الآلي ثمن وخمسة وستون قرشا نجمع خط تحت الأحد خطين تحت العشرات ما عندي عشرات هون خط تحت الأحد خطين تحت العشرات نجمع أحد مع أحد وعشرات مع عشرات طيب هوني ما رح أعمل زي ما بعمل دائما أحد مع أحد وعشرات مع عشرات لأنه أنا الخمسة والخمسة ما بقدر أجمعهم مع بعض لأنه رح يعطيني عشرة وإحنا الجمع بالحمل لسه ما أخدنا معناته أنا رح أزيد خمسة على الخمسة وستون يعني رح أقفز خمسة طيب خمسة وستون اقفز خمسة رح يعطيني سبعون إذن خمسة وستون زائد خمسة بيعطيني سبعون إذن معاي سبعون قرشا التمرين الثاني إذا كان معي 38 قرشا فكم قرشا يبقى معي عند الشراء درجة نحكي السؤال الثاني إذا كان معي 38 قرشا فكم قرشا يبقى معي عند الشراء طيب أنا معي 38 قرشا بدي أشتري هاي الموزة الموزة هاي 30 قرشا قديش بده يضل معي أنا لما أشتري هاي الموزة طيب أنا معي 38 قرش بدي أشتري الموزة هاي أنا لما أشتري الموزة هاي المصاري اللي معي رح تزيد ولا رح تقل أكيد أنا لما أشتري فيها رح تقل طيب أنا معي 38 و30 قرشا اشتريت الموزة يعني أنا رح تقل المصاري ثماني الموزة هاي رح تقل 20 قرشا طيب بدي أشوف قديش المصاري رح تضل معي أنا لما أشتري هاي الموزة طيب 38 ناقص 20 يلا خط تحت الأحد خطين تحت العشرات خط تحت الأحد خطين تحت العشرات عادي أول زي ما كنا نطرح يلا 8 ناقص صفر 8 بناقص منها ولا إشي قدي بتضل بتضلها 8 طيب 3 شير منها 2 هاي 3 شير منها 2 قديش تضل معاك 1 إذن أنا لما أشتري الموزة بيضل معي 18 قرشا 18 قرشا ننتقل للي وراها أذكركم أنا معي 38 قرشا بدي أشتري هذه الفاكهة هاها عشرة قروش قديش رح يضل معي أنا معي 38 قرشا لما أشتري هاي الفاكهة مصري رح تقل معناته رح أنقص قديش رح تقل رح تقل ثمن هاي الفاكهة طيب 38 ناقص عشرة كيف يساوي يلا خط تحت الأحاد خطين تحت العشرات للعددين اطرح أحد من أحد وعشرات من عشرات تمانية نقص منها الصفر تمانية شيل منها أول إشي قديش بتضل تمانية برافو عليكم طيب ثلاثة شيل منها واحد هاي ثلاثة شيل منها واحد كديش تضل معك اتنين هاي اتنين إذن كديش بيقضل معي عند شراء هاي الفاكهة 28 قرشا برافو 28 قرشا ننزل علي براها أنا معي 38 قرشا بدي أشتري زجاجة الماء هاي زجاجة الماء هاي 15 قرشا معناته رح أنقص 15 قرشا قديش رح يضل معي يل خطحت الآحد خطيت تحت العشرات خطحت الآحد خطيت تحت العشرات يل تمانية شيل منها خمسة برافو ثلاثة ممتزين ثلاثة شيل منها واحد اتنين رائع إذا أنا معاي 23 قرشا بقي معي 23 قرشا ممتاز لوراها لوراها آخر وحدة أنا معاي 38 قرشا بدي أشتري قطعة الحلوة هاي قطعة الحلوة هاي حقا خمسة قروش إذا أنا بدي أشتريها معناته المصاري اللي معي بدها تقل لما بتقل معناته بحط إشارة ناقص إذا ثمانية وثلاثون ناقص قدي ثماني الحلوة خمسة يساوي يلا ناقص أول خطوة خط تحت الآحد خطين تحت العشرات خط تحت الآحد ما في عندي عشرات معناته ما أحسيبها يلا ثمانية شيل منها خمسة ثلاثة برافو عليكم طب ثلاثة في عشرات هون ما في إذا رح أنزلها زي ما هي إذن بظل معي ثلاثة وثلاثون قرشا بظل معي ثلاثة وثلاثون قرشا هاي التمرين برضو على الدفتر الجانبي يا أول برجع بحلها وبتأكد من إجابتها من هون برجع بحلها على الدفتر الجانبي السؤال الأخير ماذا أستطيع أن أشتري من هذه الأشياء وكم يبقى معي طيب أنا عندي هاي الفئات النقدية بدي أعدها عشان أعرف قديش قيمتهم قديش أنا معاي عندي نصف دينار نصف دينار حكينا خمسون قرشا وعندي ربع دينار أنا بختار الفئات النقدية الأعلى قيمة عشان أعدها بأول إشي بعدين بكمل الباقي عندي ربع دينار خمسة وعشرون قرشا أنا حكيت دائما 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 بس أشوف في الربع والنص مع بعض بحكي عنهم خمسة وسبعون بحكي عنهم خمسة وسبعون قرشا طيب نكمل على خمسة وسبعون قرشا عندي خمسة قروش يلا خمسة وسبعون كمّل مع خمس قروش ثمانون يلا واحدات ثمانون واحد وثمانون اثنان وثمانون ثلاثة وثمانون اربعة وثمانون إذن أنا معي 84 قرشان معي 84 قرشان إيش ممكن أنا أشتري من هاي الأشياء طيب أنا معي 84 قرشان رح أختار الأشياء اللي أقل من 84 عشان أقدر إني أشتريها أنا ممكن أشتري القلم لأن القلم حقه 15 قرشان أنا ممكن أشتري الممحة الممحة حقها 5 قرش ممكن أشتري القلم قلم حقه 10 قرش أو ممكن أشتري هذا الدفتر 20 قرشان وممكن أشتري علبة الألوان حقها 35 قرشان طيب كلياتهم لحالهم بقدر إني أشتريهم بقدر إني أشتري الألم لحاله بقدر إني أشتري الممحة لحالها بقدر إني أشتري أنا من الغصاص لحاله بقدر إشتري علبة الألوان لحالها أو الدفتر لحاله لأن كلياتهم السعارهم أقل من 84 قرشان وبتبقى معي مبلغ من المال طيب أنا ممكن أشتري هذا القلم مع الممحة طيب أنا إذا أشتريت القلم والممحة القلم حقه 15 قرشان والممحة ها 5 قرش تنين مع بعض قديش ثمنهم 15 20 إذن 20 قرشان طيب قديش بيضل معي رح أحكي 84 ناقص 20 يساوي خط تحت الأحد خطين تحت العشرات خط تحت الأحد خطين تحت العشرات ناقص 4 ناقص صفر رائع 4 8 ناقص 2 6 ممتاز إذن بيضل معي أنا إذا أشتريت القلم هات مع الممحة رح أشتريهم طبعا رح أقدر أشتريهم ورح يضل معي 64 قرشان هلا أنا بدي منك برضو تختار شغلتين وتشوف إنك بتقدر تشتريهم هاتول الشغلتين مع بعض إذا أ يحكيلي إنه أنا بقدر أشتري هاي الشغلة وبقدر أشتري هاي معاها وبيضل معي كذا بدي تحكيلي إنه أنا بقدر أشتري هاي الشغلة وبقدر أشتري هاي الشغلة احكيلي إياهم ويحكيلي قديش راح يضل معك بعد ما تشتريهم تمرين هاي كله يا تايا أول تنقل على الدفتر الجانبي وبعد هيك تنحل تحلها لحالك من غير مساعدة أي حدا في البيت بتحلها لحالك بعد ما تدرس الدرس هذا كتير منيح ماشي يا أول يعتقل ألف عافية